السلام عليكم ومع درس جديد في باب جديد من أبواب النحو العربي وهو باب المعرب والمبني قبل أن ندخل في تفصيلات المعرب والمبني في الأسماء والأفعال والحروف نذكر قاعدة مهمة تلخص لنا كثير من الفوائد وهي أن الأصل في الأسماء الإعراض والأصل في الأفعال البناء والأصل في الحروف أنها جميعها مبنية لا يوجد منها حرف معرب مطلقا فالأصل في الأسماء الإعراض والأصل في الأفعال البناء والحروف جميعها مبنية معنى أن الأصل في الأسماء الإعراض أن أغلب الأسماء وأكثرها معربة وقليل منها ما هو مبني وعكسها الأفعال الأكثر فيها أن تكون مبنية وقليل من الأفعال ما هو معرب أما الحروف لا يوجد فيها إعراض مطلقا فجميع الحروف مبنية نبدأ بالحديث عن المبني والمعرب من الأسماء كما ذكرنا قبل ذلك أن الأسماء أو الإسم منه معرب وهو الأصل ومنه مبني وهو الفرع ما معنى كلمة أن الإسم معرب أو مبني أولا فعل معرب أو مبني المعرب ما يتغير الحرف الأخير منه بسبب العوامل الداخلة عليه أو هو ما تغير حرفه الأخير بتغير موقعه في الجملة فكلمة الضيف هنا جاءت في أكثر من موضع بأكثر من حركة في آخرها على الفاء أقول حضر الضيف الضيف هنا الحرف الأخير فيه وهو الفاء مرفوع لماذا لأنه فاعل مرفوع على مترفعه الضمة صافحت الضيف الضيف هنا منصوب لماذا لأنه مفعول به منصوب على متنصبه الفاتح تغير العامل في المرة الأولى كان الضيف فاعلا في المرة الثانية صافحت الضيف وقع مفعولا به في الجملة الثالثة نقول فرحت بالضيف الضيف اسم مجرور علامة جر الكسر دخل عليه الباء حرف الجر فالاسم المبني هو الذي تتغير حركة حرفه الأخير بتغير موقعه في الجملة أما المبني وخاصة في الأسماء هو ما يلزم حالة واحدة ثابت يعني حتى عندما أطلق علماء النحو واللغة قديما كلمة المبني تشبيها له بالبناء الثابت الذي لا يتغير هو ما يلزم حالة واحدة مهما تغير عليه العامل الذي دخل فيه مهما تغير موقعه في الجملة هو لا يتغير الحرفه الأخير ثابت مثل البناء كقولك هذا الطالب فاز على زملائه هذه كلمة هذا هنا في مبتدأ في محل رفع مبتدأ مبنية في محل رفع مبتدأ لا تقبل الضم أكرمت هذا الطالب هذا هنا في محل نصب مفعول به لم تظر عليها الفتحة لأنها مبنية ثابتة لا تتغير سلمت على هذا الطالب سلمت على هذا الطالب هذا في محل جر اسم مجرور في محل جر اسم مجرور ولكنه لم تظهر عليه العلامة لأنه مبني لم تظهر عليه العلامة لا الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة طيب أنت تقول أن الأسماء الأصل فيها أنها تكون معربة وقليل منها ما هو مبني لماذا جاءت بعض الأسماء مبنية؟ ما جاء من الأسماء مبنيا لأنه شابه الحروف ولأن الحروف جميعها مبنية فما شابهها من الأسماء يكون مبنيا مثلها يكون مبنيا مثلها لأن الشيء منجزب لمثله فالحروف مبنية جميعها الحروف مبنية جميعها فما يشابهها من الأسماء يكون مبنيا مثلها وهذا الشبه واحد من ثلاث إما شبه وضعي وإما شبه معنوي وإما شبه استعمالي إما شبه وضعي وضابطه أي هو كيف نعرف أن هذا شبه وضعي أن الإسم يكون على حرف واحد أو على حرفين ولأن أغلب الحروف تتكون من حرف أو حرفين فشابهها في وضعه أي في تركيبه فجاء على حرف واحد كالتاء في قولك فعلت أو فعلت أكلت أو أكلت أو على حرفين أغلب الحروف على حرفين فما جاء من الأسماء على حرفين يكون مبنيا لأنه شابه الحرف شبها وضعيا في كناء الفاعلين في قول الله تعالى قالوا أقررنا أن هنا مبنية ضمير مبني وتاء الفاعد هنا ضمير مبني لأنه شابه الحرف شبها وضعيا يعني وضعيا يعني وضع على حرف أو على حرفين مثله مثل الحرف طيب قد يسأل سأل يا أستاذنا هناك كلمات ظاهرها أنها من حرف واحد أو من حرفين من حرفين ظاهرها أنها من حرفين ومع ذلك معربة ككلمة أب وأخ مكونا من حرفين الظاهر الظاهر أمامك أقول هذا الظاهر أمامك هذه كلمة الأب أو كلمة أخ لا تتكون من حرفين بل من ثلاثة أحرف لأنها تتكون من ثلاثة أحرف هذا شبه ظاهري فقط وليس شبها جوهري لأن أصل كلمة أب أب وكلمة أخ أخ طيب كيف عرفت أن هذه هناك واو محذوفة وفي كلمة أب في آخرها واو محذوفة وفي كلمة أخ آخرها واو محذوفة بدليل النسب إذا نسبنا إليها ويرجع الحرف المحذوف والنسب عن طريقه نعرف الحرف المحذوف في آخر الكلمة فنقول في النسب إلى أب أبوي وفي النسب إلى أخ أخوي أبوي وأخوي من أن جاءت هذه الواو هنا في أب وأخ رجعت اللكات محذوفة وكذلك في التثنية لو قلنا أبواني وأخوان لأن النسب والتثنية هي من الطرائق التي نستطيع بها أن نعرف الحرف المحذوف ونكمل بقية أوجه الشبه بين الأسماء المبنية والحروف في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى